العراقية بغداد تحت شعار الإعلام بين المهنية والأخلاق حيث شهد المهرجان مشاركة دولية وعربية واسعة كما كان مجمع الشروق حاضرا في هذا المهرجان نظرا لمكانته في العالم العربية والدولية كل التوفيق اللي خانية الشروق أنا كنت متواجد عديد المرات في خانية الشروق نتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق وربي يخليكم الإعلام الجزائري نعرف جميعا ما الذي يعنيه الإعلام الجزائري بجرأة بصراحة بشفافيتة بتأثير كذلك الكبير فهذه أيضا قيمة كبيرة تضاف أكيد لمختلف الإعلام من مختلف الدول العربية نلتقي أيضا بإعلام عرف دائما بنزاهته وصراحته وجرأته في الطرح وكذلك قدرته على التأثير ليس فقط على المستوى الحدود الجغرافي للجزائر وإنما على مستوى الوطن العربي مجمع الشروق للإعلام كان له جنح في المعرض المقام على هامش المهرجان حيث دم التعريف بالمجمع لكافة الزوار الذين أقبلوا عليه سواء من إعلاميين أو فنانين أو حتى مسؤولين الذين سعدوا بهذه المشاركة الجزائرية لمجمع الشروق اليوم التقينا بإخوة عزاء من الجزائر المقاومة من جزائر الصمود من جزائر النضال عرفنا عنهم الشرف والتضحية ونحن فخورين جدا من اليوم التقينا بهذه القناة المباركة قناة الشروق نيوز في النهاية بشكر قناة الشروق على هذا اللقاء وعلى تغطيتكم لفعاليات هذا المهرجان وبتمنى لقناتكم أنها تظل دائما نفذة مشرقة ومشرفة ومضيئة لإعلامنا العربي في كل مجان مجمع الشروق أعطى انطباعا جميلا لكل المشاركين والزوارة من حيث أهمية هذا المجمع بكل فروعه ولما له من تأثير في الجزائر والوطن العربية ناهيك عن دفاعه المستميط عن قضايا الأمة وأبرزها القضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر